بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السؤال وردني عدة مرات ورأيت من الضروري أن أجيب عنه التقمص هل هناك إحلال لروح من مخلوق إلى مخلوق آخر يعني هل تحل هذه الروح عندما تخرج من المخلوق هذا في مخلوق آخر قد يكون إنسان أو حيوان أو نبات حتى هل هذه الروح يتم تقمصها من قبل شخص آخر مثلا هذه الظاهرة تسمى بالتناسخ الأرواح أو تقمص الأرواح أو ظاهرة التقمص باختصارها سبب إيمان بعض الناس بمثل هذه الخرافات أنهم لم يدركوا الفرق بين النفس والروح. اعتبروا الروح كأنه شيء مادي مثله مثل الجسد أو أنه جسم أثيري مثلا ينتقل من شخص ثم يذهب إلى مثلا حيوان ما ويدخل فيه يعني كلام غير علمي على الأطلاق وليس عليه أي دليل علمي أيها الأحبة طيب ما سبب اعتقاد البعض لذلك هناك أخطاء في الذاكرة تحدث في الدماغ أحيانا الإنسان عندما يريد أن يتذكر مكان ما ماذا يفعل هناك عمليات تتم في دماغه فيتذكر أنه بالفعل دخل إلى هذا البيت قبل مثلا سنوات لأن أي مكان تدخل عليه المنظر العام يرسخ في دماغك ويخبأ أو يبرمج لأن الدماغ يفهم بلغة الشفرات يتم تشفيره ضمن خلايا الدماغ بطريقة خاصة طبعا علماء حتى الآن لم يدركوا أسرار الذاكرة كيف يتذكر الإنسان لم يدركوا حقيقة الأمر هناك فرضيات ونظريات كثيرة المهم أيها الأحبة أنت عندما تدخل إلى بيت فتتذكر أنك بالفعل دخلته قبل مثلا سنوات ماذا يفعل الدماغ بهذه اللحظة كيف يتذكر الدماغ هنا أيها الأحبة خلايا الدماغ تقوم بالتقاط معالم هذا المكان ويدخل إلى الدماغ هذه البيانات طبعا هذا ضمن جزء من ثانية كل هذه العمليات تتم في أجزاء قليلة من الثانية تدخل هذه البيانات تتم معالجتها ومقارنتها بالبيانات المخزنة أصلا يعني أنت دخلت إلى عشرة آلاف مكان خلال حياتك هذه العشرة آلاف مخزنة هنا معالم أنك في الوضع الطبيعي إذا قلت لك عدد لي الأماكن التي دخلتها أنت نسيت ولكن العقل الباطل موجود فيه هذا الكلام يقوم الدماغ بمقارنة هذا المنظر الجديد هذا البيت الجديد الذي دخلته أنت الآن بالصور الموجودة فيه أو بالذكريات الموجودة فيه فإذا تطابقت مع ذكرى معينة يقوم بربط هاتين الصورتين مثلا بأحداث حدثت في ذلك الوقت ممكن الاستماع لأغنية مثلا يذكرك بمكان معين لذلك قلنا أن الاستماع إلى الأغاني خطير لماذا أيها الأحبة؟ لأنه يشغل مساحة كبيرة جدا من الذاكرة ويربط الأمور ببعضها ويتوه الإنسان إذا أكثر من ذلك وبالتالي الله تبارك وتعالى يريدك أيها الإنسان يريدك أن تكون ذاكرتك كلها له هو عز وجل لا يريدك أن تنشغل أو تشغل دماغك بأحد إلا بهذا الخالق العظيم وهذا من محبة الله لك طيب أحيانا ما الذي يحدث؟ أحيانا هذا الدماغ يأتي بهذه الصورة أنت دخلت إلى بيت لأول مرة حقيقة أنت لأول مرة دخلت يأخذ الصورة القادمة من ملامح هذا البيت وتفاصيله وتدخل عبر النظر عبر البصر عبر العينين باتجاه الدماغ هذه الإشارات العصبية تدخل يتم هنا مقارنة هذه الصورة مع الصور المخزنة دققوا أيها الأحبة أين جذور المشكلة؟ أين بدأت؟ أثناء المقارنة أحيانا يخطئ الدماغ هناك أخطاء في الذاكرة فيظن أن هذه الصورة تطابق صورة ما قد تكون قريبة أو بعيدة فيعطيك إحساس أنك دخلت هذا البيت من قبل تشعر وهذا الأمر يحدث مع كل واحد مننا أيها الأحبة كل واحد إذا رجعت بذكرياتك للماضي تجد أنك لابد في أحدى المرات رأيت إنسانا أو كلمت إنسانا أو اشتريت شيء لأول مرة ذاكرتك تقول لك إن هذا الشيء مألوف بالنسبة لك كأنك عشت في هذا المكان من قبل كأنك دخلت إلى هذا المكان وتعرف تفاصيله من قبل وهذه الأخطاء أحيانا تكون كبيرة عند بعض الناس عند بعض الناس تحدث أخطاء الذاكرة بشكل متكرر فتجده كلما دخل إلى مكان يظن أنه عاش فيه من قبل فمع هذه الظاهرة بدأت فكرة تقمص الأرواح فأرادوا أن يفسروا ذلك بعض الناس طبعا وهذا جهل بالعلم وجهل بالدين أراد أن يفسر ذلك فقال لابد أن هذا الإنسان أو الطفل كان ذات يوم إنسانا يعيش في هذا المكان ومات خرجت روحه وحلت بهذا الطفل طبعا الروح أيها الأحبة لا يمكن أن تخرج وتحل في إنسان أبدا سأقول لكم لماذا ببساطة لأن الروح كما قلنا نحن وكما وجدنا يعني أنا بالنسبة لي الأمر يقيني ولكن بالنسبة لكم أعتبره وجهة نظر أنا أقول إن الروح هي البرنامج الذي يشغل هذا الإنسان وهي أساس الإنسان على فكرة يعني هذا الكمبيوتر هذا الموبايل من دون برنامج تشغيل ليس له أي قيمة هو عبارة عن قطع من السيليكون ومواد أخرى ليس له أي قيمة على فكرة ولا الكمبيوتر ليس له أي قيمة من دون برنامج تشغيل لذلك الإنسان من دون روح هو عبارة عن مجموعة ذرات بالنهاية هو تراب وماء أو طيم فلذلك هذه الروح الله سبحانه وتعالى يخلقها لكل كائن أو كل إنسان يخلق له نظام تشغيل خاص به لا يمكن لهذا النظام أن يذهب من شخص لآخر لا يمكن لماذا؟ لأن تماما مثل الكمبيوتر هل رأيتم مثلا جهاز كمبيوتر عندما يتعطل أو يخرب أو كذا؟ يخرج النظام يحل بكمبيوتر أخر؟ لا علميا غير صحية الروح عندما تخرج تخرج إلى بارئها سبحانه وتعالى لذلك الله عز وجل عندما أجاب عن سؤال من سأل نبينا عن الروح ويسألونك عن الروح قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل إذن الروح هي أوامر إلهية من أمر ربي أوامر إلهية ونحن نعلم في لغة البرمجة أي برنامج أو أي نظام تشغيل هو مجموعة من الأوامر بالنتيجة يعني أوامر لتشغيل هذه الخلايا هذه الأوامر مسؤولة عن تشغيل دماغ فيه 100 مليار خلية عصبية مسؤولة عن جسد فيه 100 تريليون خلية هذا النظام المعقد جدا فوق مستوى البشر بكثير لذلك الله قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل أعطاك المفتاح إذا أردت أن تعرف ما هي الروح إذن عليك أن تحصل على الكثير من العلم وما دمت تنكر وجود الله بالنسبة للعلماء العلم اليوم قائم على الإلحاد للأسف ما يسمى سيانس اليوم قائم على الإلحاد لا يعترف بالخالق ولا يعترف بالروح ثم يقول لك هذا علم طبعا هذا علم ناقص جدا لذلك لن يصلوا إلى فهم الكثير من الأمراض النفسية أو الاضطرابات نفسية لا يمكن أن يصلوا إلى فهمها لأنهم أنكروا وجود برنامج تشغيل وهو الروح وأنكروا الخالق عز وجل الذي أحسن كل شيء والذي أتقن كل شيء والذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أنكروا هذا الأمر فلن يصلوا إلى الحقيقة الكاملة لذلك إذا اعتبرنا أن الروح هي البرنامج الذي يشغل الإنسان فهذا الكلام سينفي تماما موضوع التقمص سينتفي تماما لا يمكن لبرنامج تشغيل أن يصعد ويذهب وكذا لا يجب أن يكون هناك من يخرجه يخرج هذا البرنامج مثلا وهذا بيد الله سبحانه وتعالى فكل إنسان خلق له روحه الخاصة به نظامه الخاص منه النفس أيها الأحبة هي القائد لهذا الجسد الله أعطى لنفسك السيطرة على جسدك يعني هذه اليد هذه اليد أيها الأحبة أعطاني الله قدرة على تحريكها أعطاني قدرة على أن أشهد شهادة زور أو أشهد شهادة حق أعطاني القدرة أن أمشي بقدمي هذين إما إلى المسجد وإما إلى مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى لذلك هذه الأيدي وهذه الأرجل حتى السمع والبصر الذي أنت نفسك تسير هذا النفس تسير هذا البصر والسمع سيشهد عليك يوم القيامة انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يتوزعون ضمن اختصاصات مثل هناك اختصاصات سبحان الله المنافقون مع بعض الملحدون مع بعض المجرمون مع بعض كذلك المؤمنون أيضا جماعات الصائمون لهم باب لا يدخل منه إلا الصائم وموريان وهكذا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها ما الذي يحدث أيها الأحبة شاهد عليهم انتبهوا شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الجلد هو أكبر عضو في الإنسان على فكرة أكبر عضو في الإنسان هو الجلد هذا الجلد الذي يغطي مساحة جسدك كلها سيشهد ضدك ليس معك ضدك مما يدل على أنك أيها الإنسان وأنت تعصي الله هذا الجلد غير راضي بذلك سمعك لا يرضى بذلك بصرك لا يرضى بذلك يدك لا ترضى بذلك وأنت تفعل الفاحشة لا يرضى بذلك هذه اليد لا ترضى ولكن أنت تجبرها إذن النفس هي القائد المسيطر على هذا الجسد والروح هي التي تشغل الجسد لأنه من دون روح لا تستطيع النفس أن تعمل لذلك الإنسان عندما يموت ما الذي يموت فيه تموت النفس؟ الجسد يتحول إلى تراب يبلى إلا عجب الذنب طبعا النفس هي التي تموت بينما الروح لا تموت لأنها من أمر الله الروح تخرج هناك رحلة لها تفتح لها أبواب السماء هذا موضوع آخر طبعا ولكن الذي يموت هو النفس النفس إذا ماتت ستبعث نفسك يوم القيامة مقترنة بجسدك إما أن تعذب في النار وإما أن تنعم في الجنة أسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنة إذن أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء لا يوجد دليل لا علمي ولا شرعي ولا منطقي ولا قرآني ولا من السنة على انتقال الروح من شخص لآخر لذلك كل ما يقال حول تناسخ الأرواح وقضية تقمص الأرواح وغير ذلك كله غير صحيح وغير مبني على أساس علمي وهو ناتج عن أخطأ في الذاكرة إذن هو خطأ في الذاكرة فقط أوهم بعض الناس أن هناك تقمص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم حكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته